من هو ساميز علي باشا سهر السلطان مهري ماه ورستن باشا وزوج ابنته مع عائشة هماشا لماذا لقب بالسامين وما هي أبرز المعلومات عنه قبل أن نواصل عزيز المتابع ندرك طبعا إلى الاشتراك في قناتنا وإلى الأعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التنبيهات لا يعرف بدقة تاريخ ولادة ساميز باشا إلا أنه يرجح أنه ولد سنة 1500 أي أنه قد كان أكبر من زوجته عائشة هماشا بأربعين عاما حيث ولدت هذه السلطانة سنة 1541 أي أن زوجها قد كان في سن جدها وجدتها اسمه في الحقيقة علي باشا إلا أنه عرف بساميز علي باشا والتي تعني بالتركية علي باشا السامين وذلك طبعا لبدانته وطبعا تعرف هذه الشخصية لدى العرب المعاصرين بسامير باشا وفقا لما ظهر في المسلسل وساميز باشا أعزائه وسياسي عثماني بوسنوي الأصل تربى صغيرا في القصر السلطاني وتبوأ بعد ذلك عددا من المناصب الرفيعة في الدولة العثمانية وطبعا كان ذروتها شغله منصب الصدر الأعظم خلفا لحميه رستن باشا بعد وفاته وقبل ذلك كان ساميز واليا لإيالة مصر في الفترة الممتدة بين سنتي 1549 و 1554 أما عن شغله لمنصب الصدر الأعظم فقد بقي فيه لمدة أربع سنوات بين سنتي 1561 و 1565 أي إلى حين وفاته وكان ذلك قبل وفاة القانون بسنة واحدة دفن ساميز باشا في مسجد السلطان مهرماه ودفن إلى جانبه زوجته عائشة هماشا أعذي هكذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو أتمنى أن يكون قد أعجبكم وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة تحياتي أنا فرداوس حافظنا الشيط إلى اللقاء